المستشار النمسوي سباستيون كورس اليوم في خطاب حال الأمة إن اقتصاد بلاده تعرض لخسائر فادحة جراء جائحة كورونا وفقد 7% من قوته خلال العام الجاري متوقعاً يتعافى الاقتصاد النمسوي ويعود النمو إلى طبيعته في العام المقبل وأشار إلى أن تركيز الحكومة على علاج معدلات البطالة لافتاً إلى تكثيف الجهود لتوظيف العاطلين عن العمل حالياً في الصناعات المستقبلية داعياً الشركات لتخفيف البيروقراطية والاعتماد على المنتج المحلي في القطاع الغذائي أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 26590 حالة وقد تعافى منها 22594 حالة بينما توفى 733 حالة مع وجود 146 حالة للعلاج في المستشفيات منها 27 حالة في وحدات العناية المركزة وكان قد أكد أكساندر شايل بيرغ وزير خارجية النمسا اليوم إنه لا داعي لأغلاق الحدود مع إيطاليا على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ولا حتى مع أي دولة وفي وقت آخر أعلنت المجر عن إغلاق جميع حدودها أمام المسافرين اعتبارا من الأول من سبتمبر أكد أكساندر شايل بيرغ وزير خارجية النمسا مساندة بلاده لليونان وقبرص في النزاع مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وشارك الوزير في اجتماع غير رسمي لوزار خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين لمناقشة الخلاف اليوناني التركي حيث أكد على توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وضرورة العمل على احتواء الصراع في شرق البحر المتوسط بحث وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر ونظيره البافاري يوكايم هيرمان التعاون المشترك ضد جريمة المنظمة وتهريب البشر وقال نيهمر إنه ناقش مع الوزير من أقليم بافاري الألماني ووضع الهجرة غير الشرعي الحالي إلى أوروبا وأكد نيهمر أن ألمانيا والنمسا بينهما تعاون وثيق على الحدود مضيفا نعمل معا بشكل مكثف في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وأشارا إلى مرور خمس سنوات على مساة مصرع 71 لاجئا مختنقين في شاحنة خلال تهريبهم إلى النمسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر